السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقية هنشرح مع بعض شرح مفصل لطبيق نستبي أنا الفيديو اللي فات علمتك إزاي تقدر تسجل على الطبيق ولو انت ما شفتش الفيديو تقدر تستفيد من الفيديو ده علشان تعرف مميزات الطبيق الكبيرة اللي هترحمك من حاجات كتيرة جدا سواء انت كنت بتقف طوابير في البنوك أو كمان بتقف على فروع الاتصالات علشان تحول مبالغ مالية فكرة الطبيق بتعتمد على التعملات المالية بين الحسابات أو المحافظة الإلكترونية طبعا يا بختك لو معاك حساب زي ده هسيب لك رابط تسجيل الحساب موجود في التعليقات لكن دلوقتي هنتكلم على شرح طبيق نستبي وهنشرحه مع بعض كده بالتفصيل علشان نعرف ايه هي مميزات الطبيق ده ولو انت سجلت في الطبيق ايه هي المميزات اللي ممكن تكتسبها في الطبيق ده يلا بنا كده نبدأ الشرح علشان ما طولش عليك تعالوا بنا كده مع بعض نفتح طبيق نستبي أنا هفتح معاكم الطبيق كده طبعا اول ما تيجي تسجل دخول بيحتاج بصمة الوجهة أو بصمة الإصبع زي ما احنا اتفقنا هي الفكرة كلها ان هي محافظة إلكترونية معاك سواء كان محافظة بقى بودافون كاش اتصالات كاش اي حاجة كاش او حتى كمان حساباتك البنكية تقدر تربطها بالتطبيق ده تقدر تحول بين الحسابات والمحافظة عادي جدا او من بنك البنك او حتى كمان من بنك البنك ملهمش اي صلة بعض يعني هما يكونوا مختلفين عن بعض طيب دلوقتي لما اجي افتح معاكم الطبيق كده وانا قلتلك ازاي المرة الفاتح تسجل على الطبيق زي ما انت شايف كده في خاصية هنا بقولك عرض الرصيد لما بتيجي تعرض الرصيد على حسابك البنكي لو انت رابط الطبيق بحسابك البنكي طيب دلوقتي عندك هنا ارسال نقود لو انت عاوز تبعث فلوس لحد تعالوا بنا نكون كده نشوف اول خدمة هنضغط عندنا على كلمة ارسال نقود هنا بقولك رقم الهاتف رقم الهاتف فقال مربوط بحساب البنكي يعني مثلا لو في اي حد طبعك عاوز تبعث له فلوس هو بيكون رابط رقم تليفونه بحسابه البنكي انت بس بتكتب رقم تليفونه في الخانة دي وعلى طول بتكتب على طول المبلغ وتكتب هنا اضافة سبب التحويل طبعا مصاريف معيشة غيره غيره بتكتب هنا ملاحظات وبعد كده بتبعث له المبلغ على حسابه البنكي طيب في حاجة تانية اسمها محفظة الكترونية طبعا احنا عارفينها سواء كان فودافون كاش اتصالات كاش او حتى كمان اورنج كاش اي حاجة كاش في المحافظة الكترونية تقدر تكتب رقم تليفون صاحبك او زميلك او اللي انت عاوز تبعث له الفلوس وبعد كده بتكتب المبلغ وتبعتها له عادي جدا من خلال طبيق ده طيب في حاجة اسمها عنوان الدفع او الحاجة اسمها IPA ده عنوان الدفع اللحظي بفيه حاجة اسمها عنوان دفع لحظي وانا شرحت قبل كده او الفيديو اللي فات ازاي تقدر تنشئ لنفسك عنوان لحظي يعني تقدر تدي العنوان ده لأي حد يقدر يحولك عليه فلوس بسرعة جدا وفي ثانية وعلى المحفظة الطبيق انستابي وكمان بيوصلك في حسابك البنكي عادي جدا طيب دلوقتي هنا عنوان الدفع احنا عرفناه وزي ما نقلت لك هنا بتكتب هنا عنوان الدفع بتاعك اللي هو تقريبا بيبقى زي النظام اللي فوق ده كده قالك هنا من اعلام دوتقوم او اات انستابي تمام دلوقتي بتكتب العنوان ده مسلا هنا وبتكتب المبلغ وبعد كده بتبعت فلوس للشخص اللي قدامك طيب دلوقتي عندك هنا حسابك البنكي لما تيجي تضغط عندك على حسابك البنكي سواء بقى كان رقم الحساب او فيه حاجة اسمها الايبان يعني مسلا هنا بقلك اسم البنك بتكتب اسم البنك اللي انت عاوز تحول له فلوس او الشخص اللي هو بيتعامل من البنك تاني طبعا دي البنوك اللي هي المفعلة على التطبيق يعني انت مثلا في بنك اسكندرية عاوز تبعت في البنك الاهلي ما فيش مشاكل بتكتب انك هتبعت من بنك كذا لبنك كذا على رقم الحساب اللي هتكتبه تحت هنا وبعد كده بتكتب طبعا اسم المستفيد وبعد كده بتكتب المبلغ بتاعك طيب لو فيه رقم بقى دولي يعني انت مثلا عاوز تبعث لحد على حسابه البنكي ويكون حساب دولي في حاجة اسمها الايبان طبعا بتروح عندك على حاجة اسمها هنا رقم الايبان بيبدأ الأول بحاجة اسمها اي جي وهتلاقي الناس اللي معهم حسابات بنكية بيعندهم الاي جي دي وبعد كده بيبدأ تقريبا 36 رقم أو 48 رقم حاجة زي كده وبعد كده بتكتب الاسم المستفيد وكمان بتكتب المبلغ طبعا عندك هنا البطاقة الإلكترونية طبعا ممكن تحول من بطاقة الإلكترونية لبطاقة الإلكترونية تانية يعني على سبيل المثال انت عاوز تحول من بطاقة من أنستا بي لإيزي بي أو عاوز تحول من إيزي بي لتلدة عاوز تحول من الفيزة بتاعتك لفيزة تانية والفكرة كلها انك بتسجل بس ال14 رقم بتوع البطاقة طبعا يكون انت الوحيد اللي عارفهم وبعد كده بتكتب هنا المبلغ اللي انت هترسله للشخص اللي انت عاوز تحوله الفلوس وبعد كده بتضغط عندك كلمة على كلمة إنهاء أو منتهي وبعد كده الفلوس بتوصله طيب دي كده احنا شرحنا طرق إرسال النقود في الحساب ده دي كده لنرجع تاني للصفحة الرئيسية عندك هنا طلب الدفع طبعا برضو هيبقى نفس النظام سواء كنت عاوز تطلب دفع عن طريق رقم تليفون أو عنوان الـ ABI أو حتى كمان فاتورة طيب دلوقتي لو جيت تضغط عندك على اللي بعد كده نشوف هنا يقول لنا إيه ده كده الفواتير بقول لك فواتير الاتصالات تمام أو الانترنت لو جيت تضغط عليها بتقدر تشحن كمان اتصالات Orange Vodafone ويه دي فواتير الاتصالات أو الانترنت ترجع كده وراء خطوة كمان هيقول لك هنا شحن الاتصالات والانترنت لو أنت عاوز تشحن باقة الانترنت بتاعتك أو بتشحن كهرباء أو مية أو غاز أو خدمات تمويل دي برضو حاجة كويسة جدا طبعا احنا قلنا كل الكلام ده عندك الكهرباء كمان شركة الكهرباء في كل المحافظات زي ما انت شايف كده كذلك برضو المية وكذلك الغاز تقدر تدفعها عادي جدا طبعا لو احنا رحنا هنا في الأشخاص المفضلين طبعا هنا بيسجلك الأشخاص اللي انت حاولت تبعت لهم وبقول لك هل هم يكونوا مفضلين عندك أو لا دي في حالة انت حبيت تخلهم في المفضلة طبعا لو رحنا الخدمات على خدمات ارسال نقود وطلب الدفع أو حتى كمان دفع فواتير فواتير كهرباء مية غاز في عندك تبرعات في عندك حاجة اسمية كشف حساب للناس اللي بتروح تعمل كشف حساب في البنوك طبعا بياخد معاك فترة وبتاخد طبور وحوار تاني ممكن تعمل كشف حساب من الطبيق نستا بي طبعا هنا المعاملات وتنزل هنا رصيد حسابك انت عاوز تتابع رصيد حسابك في البنك عامل ايه؟ بتتابع من خلال طبيق نستا بي مجرد بس ما تضغط عندك على رصيد حساب البنك وبعد كده بتضغط عندك على الحساب البنك بتاعك تكتب الباسورد وعلى طول بيحولك على رصيد حسابك في البنك طبعا الطبيق ده فيه مميزات كبيرة جدا يعني فيه اعرف ناس بتقدر تستلم فلوس من عليه حتى كمان في الوظيف بتاعتهم والوظيف الخاصة فيه ناس بتبعت من عليها ارباح او الفلوس بتاعتهم على طبيق نستا بيه حاول يعني تشغل نفسك في الطبيق ده لانه هيفيدك جدا ويرحمك كتير من الوقفة في البنوك او الانتظار في فروع الاتصالات علشان تحول مبالغ او من تتحول مثلا فلوس من حسابات لحسابات تانية او من محفظة الكترونية لمحفظة الكترونية تانية تقدر بكل سهولة تستخدم طبيق نستا بي علشان يساهل عليك عمليات الدفع في الاموال كده انا شرحت ازاي شرح مفصل عن طبيق نستا بي والفيديو اللي فات انا شرحت فيه طريقة التسجيل في نستا بي هسيب لك رابط التسجيل موجود في التعليقات او الوصف انا كده شرح انتهى ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب لو احتاجت اي حاجة تواصل معي في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله دمتم بخير مع السلامة